السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتم مني ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كنتشاهدوا الفيديو وحنا مقبلين ان شاء الله على رمضان الكريم وغادي اليوم نوجد لكم واحد الحريرة ما فيهاش ماطيشاق ما فيهاش الحم ما فيهاش الدقيق الابيض يعني حريرة صحية وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم الفيديو ما تنسوا الشاركوا في القناة وتغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وكنتمنى منكم ان شاء الله تسجعوني باش نزيد من مزيد بسم الله انا هنايا غادي نوجد الحريرة دياننا ان شاء الله اللي حريرة صحية بسم الله غادي نجيبو حتى نجرة الضغط غادي ندير فيها واحد الكس ديال العدس مع مرش كندير العدس بعد ما غسلته وانقعته واحد ساعة المقانة وكندير فيها جوش كيسان تقريبا ديال الحمص كندير البصلة ان شاء الله ده اللي ان شاء الله ده هكا رقيقة وكندير هنا يا عندي الكرافس كندير النص دياله والنص كنحتافض به غادي ندير القصفر المعدنوس الكسير دياله هنا يا المعدنوس وكندير النص كنحتافض به والنص كنديره غادي ندير واحدة مع القادية السمن صغيرة وكنتبل. كندير الفلفل الاسود او لبزار. هنا ما تنقوش الفلفل الاسود. وكندير القركم او الخرقم البلدي. كندير سكينجبير. نسمع القديس سكينجبير. وكندير طخمرة او البابريكا. كندير مع القصغيرة. والملح هنا كندير واحد كيميا قليلة. لانان عندي الناس هكا اللي ما كيأكلوش الملح. انتو ما ركتديروا الملح اللي كت اه فيكم. وهنا كندير واحد لاسد المعالقة ديالزيت البلدية او زيت الزيتون. كيف ما لكم هاد الحريرة صحية وكتجي خفيفة ما كتتقلش وجربوها اراه ما كتتقلش على جسم موالو يعني ما فيهاش دقيق الابيض ما فيهاش مطيش اللي كتتقل صافي هنا يا كان روي ما كان قليها موالو كان رويها صافي كنسد عليها الاغلاقة وكندير على صفارة بعد ما كتصفر كننقص العافية هالعافية اللي كتكون شوية مهيلة ما كتكونش مهيلة بزاف وكنخليها عشرين دقيقة را كتكون موجودة هنا غدي نجيب ثلاثة الحبات تدير الفلفلة دابا راه كينا هاد الفلفلة هكا متوفرة را متوفرة في الاسواق قدروا نجيبوها ونصيبوها وكنحتفظو بها او كنقطعوها بحلكو وكنديروه المجمد راه كتبقى ما كتخسر موالو كناخدو هاد الفلفلة اللي كتكون لون ديالا هكا مجهد يعني هاد الحريرة وخة كنديروها بحلكرة كتجي حامضة وكتجي لديدة وكتجي صحية اكتر غير تابعوا معي الفيديو حتى الاخير صافي كنجيبوها وحد الكسر هنا كندفلها وحد الكس ديال المصغير وكندير هكا الطيب نشوفوه هنا يوش طابس كنديروه على عفية شوية مهيلة صافيوك نخليها الطيب واحد عشر دقايق وغادي نطحنها انا غادي نطحنها بحلكة فضلها شوارتز قدروا تطحنوه في مكينة ماطيشة مولينيكس فاش ممكن كتطحنوها بحل هكا كنطحنها مزيان حتى كتطحليها مزيان ممكن تبقاش فيها قاع شي حاجة محبة صافي هنا يا وجدنا الفلفلة ديالنا انا عندي هنا الخمير البلدية الخمير البلدية اللي بحل هكا كندير في الحريرة وراه كانوا كيدروها والدينا بحل هكا امهات ديولنا هدي هي السر باش كتحمط الحريرة يعني كنديروها في الخبز كنديروه لانا هات الخمير البلدية رها صحية وكنديرها هكا بالقمح الكامل ما كنديرهاش با هنا عندي فارينة ديال الدار اللي كانت طحنها بحل هكا ماشي الفورس كنديروها الخمسة المعالق وكانضيف عليها الخمير البلدية هاد الخمير البلدية اللي ما عرفتوش لها بحل هكا اخليوا ليه في الكومنتير باش نصيبها لكم باش شوفوا كيفاش كتختام الراه ساهلة تخليوا ليه في التعاليق ديالكم صافي كان نزيد المبحل هكا وكان خلط دقيق باش غادي ندور لان هاد دقيق هكا رصحي يعني القمح الكامل وفارينة ديال الدار ماشي مضرة وخفيف كي يجي هنا بعد ما طابت طابلنا الحمص وطابل عدس صافي طابت الحريرة غادي نضيف عليها هاد الفلفلة راها كتجي رائع لبنات وجربوها وردو عليها في التعاليق ديالكم كتجي لديدة وبالاخص الخمير البلدية يعني راها كت بحلقين عندكم بالوقت كتخمروا بحلقة في الصباح كتخمروها الدقيق باش غادي تدوروها وتغطيوه وتخلوه حتى العشية وكتدورو بيها كالحريرة صافي كندور على حساب القياس باش ما كننتقلهاش وكندور الحريرة وكنخليها كالطيب زيان هنا را خليتها كالطيب حتى ما بقيتش في هذيك الكشكوشة اللي يقديرها كامل فوق يعني را كيدل هنايا واحدة ربع ساعة وهي كالطيب كنزيد نضيف عليها القصبر والمعدنوس وكنضيف عليها بحل هاك الأداء صافي وكنطفي البوطة يعني ما كنطيبوه مش كيعطيوه حد نسمة لديدة صافي قدي نغطيو عليها ونخليوها حتى كنبغيو نقدموها كالحريرة ديانا ثم شفتو معي الحريرة كيفاش كتجي كتجي حمرة وكتجي حمضة بلا ما نديرو ماطيشا بلا ما نديرو اللحم بلا ما نديرو دقيق البيض يعني حريرة صحية وجربوها ورضو عليها بتعاليق يعني راهم ما كتتقل ما كتجيشش هكا ما كتتقلش على المعيدة لأن شنو اللي كيتقل على المعيدة لأن الحريرة اللي كتكون ماشي صحية راها كتتقل على المعيدة يعني الفورس كيكون تقيل وبحال هكا ماطيشا حتى هي كتكون تقيلة لأنك تقويف فا ماطيشا مدرنش فا ماطيشة الحك وما تنسوش إلى عجبكم فيديو وما تنسوش شاركوا في القناة والضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد اللي اجداد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على التعاليق وشكرا على التعاليق الزوينة وعلى المشاهدة ديالكم وقد نخلكم مع الصور ونقول لكم بصحة والراحة وجربوا هاد الحريرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة